السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا لالتدبر في معاني كتاب الله عز وجل ونتناول اليوم بالشرح والتحليل سورة قريش التي قال فيها رب العزة جل جلاله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف في هذه السورة الله تبارك وتعالى يمتن على قريش بهذه النعم العظيمة يذكرنا الله تعالى بأن قريش هيا الله لهم أسباب المعايش وآمنهم من المخاوف وأغناهم وأطعمهم وأمدهم بالأموال فصاروا في حالة من الكفاية وكان ينبغي عليهم أن يشكروا هذه النعم وأن يعبدوا رب هذا البيت الكعبة المشرفة التي جعلها الله تعالى سببا لأمنهم وقيام دينهم ودنياهم فربنا عز وجل يقطع الأعضار عن قريش في التخلي عن عبادة الله تبارك وتعالى قريش هم قبيلة من القبائل العربية هم ولدوا النظر ابن كنانة وقريش مشتق من التقرش يعني التكسب فهم قبيلة كانت تتكسب وكانت ترحل وتسافر وتبحث عن رزقها عن طريق التجارة كانت متفرقة فيها دروب وأفخاد متفرقة لكن الله تعالى جمع شملهم لهذا قال لإيلافي يعني لجمعهم وأتلافهم حينما اجتمعت فصائل قريش صارت لها مكانة عظيمة بين العرب صارت جميع القبائل تهابهم وتعظمهم ولا يقدر أحد أن يشجرئ عليهم لا يمكن أن يتعرضوا لما يقع للقبائل الأخرى من المكاره والمخاوف لأن الحياة في العهد الجاهلي لم تكن تنعم بالاستقرار فكانت هناك الغارات والسلب والنهب كان دائعا وشائعا بين الناس لكن قريش فضلا من الله وإكرام ألف بين جميع فصائلها وألف بينهم فصاروا مجتمعين أين حول البيت الشريف حول بيت الله الحرام حول الكعبة المقدسة المشرفة ومن ثم قسمت بينهم وظائف العناية ببيت الله فكانت هناك السقاية والرفادة والحجابة واللواء والمفتاح مجموعة من الوظائف المقدسة الشريفة المرتبطة بالكعبة المشرفة من ثم سار قريش محترمين عند كل الناس بانتسابهم لهذه المعاني الدينية الله جل جلاله جعل لهذه القبيلة رحلتين في العام واحدة في الشتاء وأخرى في الصيف لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والضل ويرحلون في الشتاء إلى مكة المكرمة ربنا عز وجل أكرمهم بكل هذا ومكنهم وألف بين قلوبهم لماذا؟ ليعبدوا رب هذا البيت فالمعنى أن هذه الرحلة كانت السبب في هذا الاجتماع بحيث محتاجوا إلى الخروج إلى البلدان الأخرى والتفرق في نواحي الأرض فكانوا يكتفون بهذه الرحلة شتاء وصيفا وهم قارون في البلد الحرام فالبلد الحرام مكة المكرمة هي منطقة قاحلة سحراء خالية محاطة بسلاسل جبلية كما قال الله تبارك وتعالى في وصفها قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ومع ذلك فإن الله تعالى جعل كل الخيرات والبركات تجبى إليهم من كل جانب وتعطى لهذه القبيلة التي سماها ربنا عز وجل بقريش وقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كلام كثير في فضل هذه القبيلة التي ينتمي إليها كان يقول فضل الله قريشا بسبع خلال أني منهم وأن النبوة فيهم والحجابة والسقايا فيهم وأن الله نصرهم على الفيل وأنهم عبدوا الله عز وجل عشر سنين لا يعبدوه غيرهم وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نواصل أيها الأحباب الكرام التدبر في معاني كثاب الله تعالى من خلال سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لقد كان العرب منذ الجاهلية يحترمون هذه القبيلة قبيلة قريش سواء في مستقرهم أو في أسفارهم لماذا؟ ببساطة لأنهم كانوا جيران بيت الله الحرام وكانوا سكان الحرم وكانوا ولاة الكعبة فكانوا يذهبون آمنين ويعودون سالمين لا يمسهم أحد بسوء على كثرة ما كان بين العرب من السلب والنهب والغارات التي لا تنقطع فكان احترام البيت ضربا من القوة المعنوية التي تحتمي بها قريش في الأسفار ولهذا ألفتها نفوسهم وتعلقت بالرحيل استدرارا للرزق هذا الإجلال الذي ملك نفوس العرب من البيت الحرام إنما هو في الحقيقة تسخير من الله رب البيت سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى حفظ حرمة هذا البيت وزاده في نفوس العرب عزة وكرمة وخصوصا حينما رد الحبشة عنه لما استقدموا الفيل وأرادوا هدمه ربونا يتحدث لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء غالبا تكونوا إلى اليمن أما في الصيف فقد تكونوا إلى الشام في المتاجر وغير ذلك من الأسواق ثم يرجعون إلى بلدانهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله فكل من عرف قريش بأنهم من أهل بيت الله الحرام كان يحترمهم بل من صوفي إليهم وصار معهم آمن بهم فكانوا الناس يتقربون إليهم ليكتسبوا الحماية هذا حالهم في أسفارهم ورحلاتهم في الشتاء والصيف وأما في حال إقامتهم في البلد الحرام فكما قال الله تعالى أولم يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم باستثناء مكة المكرمة وما حولها التي تتمتع بالأمان والسلام فكان الناس في صراع يتخطف الناس من حولهم كان هناك النهب والسلب والاقتتال في خضم وسياق هذه الآيات ربنا عز وجل يذكر بهذه النعم ويأمرنا بأمر بماذا يأمر قريش يقول فليعبدوا ربا هذا البيت عليكم أيها القبيلة أيها القوم أن تعبدوا الذي حماكم من كل الأخطار المحدقة بكم وفي مقدمتهم ذلك الفيل الذي جاءت به الحبشة لتدمير الكعبة المشرفة فأيدكم الله تعالى بطير أبابيل وربنا عز وجل أكرمكم يا قريش بأن مكن منزلتكم في نفوس الناس فكان من الحق أن تفردوا الخالق عز وجل بالتعظيم والإجلال لقد أرشدهم المولى إلى شكر هذه النعم العظيمة فليوحدوه بالعبادة كما جعلهم حرما آمنا وبيتا محرما ربنا يقول لهم قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البيلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين فالأمر الذي أنتم مطالبون به هو أن تعبدوا رب هذا البيت هذه البلدة المحرمة وأن تكونوا أول المسلمين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ما معنى أطعمهم أي وسع لهم الأرزاق وما هدى لهم سبيل الرزق فهم جالسين في مقراتهم والأرزاق تجب إليهم من كل جانب الأرزاق في القرات الخمس من البلاد العربية والبلاد الأسيوية من الهند من الباكستان من بانغلاديش من ماليزيا من اندونيسيا من إفريقيا بكل دولها المختلفة من أوروبا من أمريكا من كل العالم تجب إليهم الأرزاق الذي أطعمهم من جوع فهم أقل الناس معاناة من الجوع لأن الله تعالى وسع عليهم الرزق فضلا من الله وإكرم وآمنهم من خوف أي جعلهم في أمن من التعدي عليهم لا أحد يستطيع أن يتطاول على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على خيرتهم فالمقصود أن رب البيت هو الذي أطعمكم يا قريش من جوع لقد كنتم يا أهل مكة قاطنين بواد غير ذي زرع كنتم عرضة للجوع والجدب لكن فضل الله عليكم كان كبيرا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي تفضل عليهم بالأمن وتفضل عليهم بالسلم والسلام والطمأنين والاستقرار فالناس حولهم كان يتخوفون أن يتخطفهم الناس كما تعللوا بذلك حينما قالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فربنا عز وجل أمنهم هم في أمان جغرافيا من حيث الطبيعة من السلاسل الجبلية والصحراء فهم مؤمنون ثم إن الله تعالى يحفظهم كل من أراد بهم سوءا يرسل إليهم جنوده وما يعلم الجنود ربك إلا هو ونتذكر تلك الطيور طيور أبابيل التي دربت فيل الحبشة وجيش إبرها الأشرم كل هذا ربنا عز وجل ليؤكد على فكرة أساسية فليعبدوا رب هذا البيت فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له لا تعبدوا من دونه صنم ولا ند ولا وثن من استجاب لهذا الأمر فإن الله تعالى سيجمع له بين أمن الدنيا وأمن الأخرة وسيجعله عزيز الجانب مهاب الجانب مكروما مرحوما مرزوقة لكن من عصى أمر الله تعالى وخالف تعاليمه ولعب بالدين واستخف به فإن الله تعالى يسلب منه العطاء ونعود بالله من السلب بعد العطاء كما قال الله تعالى ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نسأل الله السلامة والعافية عدنا أحبابنا في الله للتأمل في معاني هذه الصورة المباركة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنها تحمل التذكير لقبيلة قريش بنعم الله عليهم حينما يسر لهم كل شيء يسر لهم من الخيرات والبركات ما لم يتأتى لغيرهم من العرب أعطاهم الله تعالى الأمن من عدوان المعتدين وحفظهم من غارات المغيرين وذلك خلال السنة بكاملها كل هذا بما يسر الله لهم من حفظ الكعبة وخدمة الحجاج وشرعة الحج ربنا عز وجل شرف قريشا بأن جعلهم عمار المسجد الحرام وجعلهم هابة وحرمة في نفوس العرب كلهم سواء في الأشعر الحرم أو في غيرها فقريش تيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالها ولاد بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم ويصحبهم أصحاب التجارات يحملونهم وسلعهم وكل هذا بفضل مكة المكرمة بفضل بيت الله الحرام حينما صارت الكعبة المشرفة وسطا تجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد فاستغنى أهل مكة بالتجارة أغناهم الله تعالى أهل مكة لم يكونوا لا أهل زرع ولا ضرع لا فلاحة ولا تربية مواشي وإنما ربنا عز وجل أعطاهم المال الوفير بفضل التجارة التي صارت سارية وناجحة حول الكعبة المشرفة فهم لم يكونوا أهل زرع ولا ضرع إذ كانوا بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم وكانوا يجلبون أقواتهم يجلبون كل الخيرات من البلاد الموجورة من اليمن يجلبون الحبوب من القمح والشعير والذرة والزبيب والأديم والتياب والسيوف اليمانية وكانوا من بلاد الشام يجلبون الحبوب والتمر والزيت والذبيب والتياب والسيوف المشرقية أعطاهم الله تعالى كل شيء وفضلهم بكل شيء هدى كله استجابة لدعوة نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام الذي كان يقوب ببناء البيت الكريم وتطهيره فكان يقول دعوته الشهيرة قال رب جعل هذا بلدا آمن قال رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من التمرات من آمن بالله واليوم الآخر فربنا عز وجل جعل هذا البيت آمن جعله عتيقا من سلطة المتسلطين ومن جبروت الجبارين وجعل من يأوي إليه آمنا من المخاوف وجعل كل من حوله مؤمنين في كل مكان هذه منة عظيمة يذكر بها الله عز وجل البعتة النبوية الشريفة ذكر قريش بعد أن بعت فيهم نبيا منهم من قريش وذكرهم بهذه المنة ومنا كثيرة ومعظمها يعلمونه ولا تخفى عليهم وفي مقدمتها سورة الفيل التي نجاهم الله تعالى من كيد أهل اليمن مع إبراه الأشرم إنها منة إلى فيهم رحلتي الشتاء والصيف منة الرزق الذي أفاضه الله عليهم بهاتين الرحلتين وبلادهم قفرة جفرة وهم طاعمون هانئون من فضل الله أكرمه الكريم أعطاهم الرزق الوفير وأعطاهم الأمن من الخوف سواء في عقر دارهم بجوار بيت الله الحرام أم في أسفارهم وترحالهم كل هذا تذكير بالنعم لماذا؟ ليقول ربنا عز وجل في الختام فليعبدوا ربنا هذا البيت الغاية من كل هذا الكلام ربنا عز وجل يريد أن يرص السخة في عقولنا وقلوبنا وجوب عبادة الله في هذا البيت فحري برب كريم أكرمنا بهذه الكرم أن نعبده ونوحده ولا نشرك به شيئا حري برب حمان من المخاوف ومن النزاعات ومن الصراعات أن نعبده ونوحده ولا نشرك به شيئا أيها الأحباب الكرام لقد ذكر بعض الصالحين أن هذه الصورة من قرأها فإن الله تعالى تكفل بأن يرزقه رزقا حسنا ويجعله في أمن وأمان كل واحد منا إذا شعر بأن عنده الجوع وعنده الفقر سواء بفرده أو الأسرة أو القبيلة أو المدينة أو البلد إذا كان الناس يشعرون بالفقر فما عليهم إلا أن يرددوا هذه الآية فليعبدوا ربنا دلبيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع ويأتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري والله لن تشعر بالجوع يأتيك الله بالرزق الوفير والخير الكثير ومن كان يشعر بالخوف إما من ذي سلطان او من ظالم او من قطع الطريق او يخاف من المرض او يخاف من غضر الزمن او يخاف من الاشباح او من اي خوف من المستقبل من اي شيء يقرأ هذه الاية فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وامنه من خوف وامنه من خوف وامنه من خوف وامنه من خوف تحري من أيها الأحبة الكرام إذا شعرنا بأننا ضعفاء إذا شعرنا بأننا مقلون إذا أردنا أن نستمد العطاء الإلهي فلنردد هذه الآيات البينات من كتاب الله عز وجل فيها أسرار ربانية وعد من الله من أفرض العباد لله وحده أن يكرمه ويحفظه ويحميه سواء كنت من أهل مكة المكرمة أو كنت في أي بلد من بلدان العالم من سكان المعمور إذا تمثل فيك هذا الحب والتعلق بالكعبة المشرفة وإذا تمثل فيك الإخلاص لله وحده والسجود واللقوع لله رب العالمين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أيها الأحبة الكرام نتحدث عن القرآن الكريم وفضل كتاب الله العزيز والأجر والتواب الذي يناله أهل القرآن والمهتمين بكتاب الله سبحانه القرآن الكريم هو كلام الله أنزله على نبيه وصفيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية قال فيه سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فالقرآن الكريم كله نور نور البصائر وهداية العقول وطمأنينة القلوب وشفاء النفوس هذا القرآن الكريم فيه كل شيء فيه الأحكام والشرائع وفيه الأمثال والحكم وفيه المواعب والتاريخ وفيه القصص وفيه نظام الأفلاك ما ترك شيئا من الأمور إلا وبينها وما أغفل عن نظام في الحياة إلا وأوضحه هذا ما كان يقوله نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يقول عن القرآن الكريم هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله القرآن الكريم هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كترة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دع إليه هدي إلى صراط مستقيم هذا هو القرآن الكريم الذي تعبدنا المولى عز وجل بتلاوته آنى الليل وأطراف النهار فقال جل جلله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فالقرآن الكريم من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا القرآن الكريم شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحفظ منه شيئا بأسوأ النعوت فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته عمه ولحفظة كتاب الله خاصة أن يتعاهدوا القرآن الكريم بشكل دائم ومستمر فكان يقول تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تثلتا من الإبل في عقالها فيستحب أن نواضب على تلاوة القرآن الكريم وأن نختمه ولو مرة في كل شهر إلا أن يجد المسلم من نفسه نشاطا وحيوية فليختمه كل أسبوع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من هجر القرآن فالقرآن الكريم ما أنزل الإل لكي يقرأ ويتلى ولنتدبر آياته ولنأخذ العبر من عضاته إياكم وإياكم أيها الأحباب أن ينسيكم الشيطان فتهجروا كلام الله وقد قال رب العزة وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا إياكم وإياكم وهجر القرآن لكن من لم يستطع حفظ كتاب الله تعالى ومن لم يكن له قدرة على الحفظ فليواضب مع أولاده وبناته على التردد على حلقات التحفيظ علينا أن نبادر قبل انقضاء الأوقات والأعمار هناك لا ينفع الندم فميدان السباق مفتوح وربنا عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام يجعل صاحبه في أعلى منزله وأرفع مقام فلكل الآباء والأمهات لابد أن نستوصي بالأجيال خيرا لابد أن نشتهد في تعليم أبنائنا وبناتنا كلام الله تعالى لأن الخير كل الخير في القرآن الكريم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا النكدة كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نبشر كل الآباء والأمهات بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا علينا أن نشتهد أيها الأحبة الكرام في هذه الأيام لكي نحفظ كلام الله ونشتهد في فهمه ونشتهد في تدبر معانيه فالقرآن الكريم يكفي أنه شفاء من كل مرض وشفاء من كل سقم القرآن الكريم بركة في زمن قلت فيه البركة كل من واضب على قراءته حلت عليه البركة يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة القرآن الكريم شفاء للأمراض والأسقام شفاء للقلوب التي في الصدور ألم يقل رب العزة في كتابه العزيز يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن الكريم شفاء لكل الأسقام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والقرآن الكريم تفريج للكروب وتطهير للعيوب وتكفير للذنوب وهداية للقلوب ألم يقل رب العزة سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى القرآن الكريم هو العصمة من الضلال في زمن الفتن ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله هذا القرآن الكريم فيه من الخيرات والبركات ما الله به عليم إنه سبب الهداية والنجاة من الشقاء كان عبد الله بن عباس رضي الله لهم مقام خاص فالحافظ هو مسلم رباني ووارث محمدي عليه مسحة من النبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الحفظة من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يحى إليه وأهل القرآن هم عرفاء أهل الجنة فأصحاب القرآن يكونونهم الأئمة ويكونونهم القادة في الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حملة القرآن عرفاء أهل الجنة لأنهم يحملون في صدورهم كلام الله وكتاب الله الذي ما فرتنا فيه من شيء من هنا كان حقا على حامل القرآن وحافظ كتاب الله تعالى أن يعلموا أن مقامهم رفيع لأنهم يحملون راية الإسلام وأن ما يحفظونه من قرآن أغلى وأكرم من كنوز الدنيا كلها فلا ينبغي لأهل القرآن أن يرخصوا نفوسهم ويبيعوا القرآن الكريم ثمنا قليلا ولا يتخذونه مرقات لنيل المناصب وحساب الرواتب كان الإمام السفين الثوري رضي الله عنه يقول لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا صاحب القرآن ينبغي أن يكون همه الآخرة والرغبة فيما عند الله ولا يرخص نفسه ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة خاطبهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله هذه هي أخلاقيات صاحب القرآن كما ذكرها ابن مسعود أول من جهر بالقرآن وكذا سفيان بن عيينة رضي الله عنه يقول من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما سغر القرآن فقد خالف القرآن لأن ربنا عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين فاللهما اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وحبب أبناءنا تلاوته وحفظه والتمسك به واجعله نورا على درب حياتنا أيها الأحبة الكرام القرآن الكريم كلام الله تعالى هدية السماء إلى أهل الأرض القرآن الكريم هو الوحي المتجدد الذي لا يبلع على الدهر القرآن الكريم هو الهدى والنور والشفاء لما في الصدور القرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل ومهيمن عليها يقول رب العزة جل جلاله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه هذا القرآن الكريم هو أعظم الكتب السماوية وأتمها وأكملها وآخرها لذلك قال ربنا عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أمره الله تعالى بإبلاغه للناس كافة في هذا الكتاب العزيز بيّن الله تعالى فيه أخبار الأولين والآخرين وبين فيه خلق السماوات والأراضين وفصل فيه الحلال والحرام وذكر أصول الآداب والأخلاق وبين أحكام العبادات والمعاملات وذكر سيرة الأنبياء والصالحين وبين فيه أحوال يوم القيامة وما بعد الموت من البعت والحشر والعرض والحساب والنعيم والشقاء كتاب جعله الله تعالى تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ولعظمة القرآن الكريم وما فيه من الآيات والمعجزات والأمتال والعبر إلى جانب الفصحة والبيان وروعة الأذاء فقد قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لم تالوا نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن الكريم تحدى الله به على أن يأتوا بمثله أو يأتوا بصورة من مثله فلم يستطيعوا ولم يستطيعوا كما قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا القرآن نظرا لقداسته ومكنته الرفيعة فقد تكفل الله تعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وجعله سبحانه وتعالى دستور الحياة للناس كافة فقال سبحانه إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرغب في حفظه ويرغب في تلاوته ويرغب في تبليغ معانيه كان يقول لا حسد إلا في إثنين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار هذا القرآن الكريم كله خير وكله أجر وكله تواب قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمتالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف القرآن الكريم عمارة قلبك بالإيمان واليقين فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب والقرآن الكريم حسنك الحصين وحرزك المكين من الجن ومعدة الشياطين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وفي رواية لا تجعل بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة والقرآن الكريم بركة ونور وضياء وشفاء للأدواء والأمراض وللقلوب التي في السدور القرآن الكريم نور يستضأ به في دياجر الظلمات والتيه فقد قال رب العزة يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيلا فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما القرآن الكريم نور يهتدى به في زمن الضلال فقد قال رب العزة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهديه بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى سراط مستقيم القرآن الكريم شافع ومشفع فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك هذا القرآن الكريم عز في الدنيا ورفعة في الآخرة وقد قال السدى الله عليه وسلم إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمعتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كوسين هذه فيقال بأخذ والدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعب في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيل هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن سبب في نيل محبة الله فالنبي يقول من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ المصحف هذا القرآن الكريم كله خير وكله بركة وكله نور وكله رحمة طوبى لأهل القرآن طوبى لأهل الدين ولأهل الإسلام القرآن الكريم هداية لكل صواب إن غاد القرآن يهدي للتي هي أقوى أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأسوم اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الضلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم حبب أبناءنا في تلاوة القرآن وفي حفظه والتمسك به واجعله نورا على درب حياتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ديان السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض اللهم إن نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها قربنا وتكشف بها همنا وغمنا وتدهي بها سقمنا وتقضي بها ديننا وتجنو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتدهي بها شرنا وتبيد بها وجوهنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إن نسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير دراء مدرة ولا فتنة مضلة اللهم يا رب العالمين زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا مرشدة وفي القبر مونسا وإلى الجنة رفيقا وابعتنا بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة